طلعت إشاعة فترة من الفترات أنك يعني بعيد الشارع انقتلت نعم ببغداد هاي الدعايات غاية تطلع بس هاي أثرت بيه كنت جاي بدافع بقوة ده أشتغل في بغداد و اشتغلت يعني يم الأخ و الصديق و الزميل الفنان نمير عبدالحسين بأحد القاعات طبعا بأحد القاعات وهو فيه فندق مميز نعم و اشتغلت أيضا في مكان ثاني بريستيج كلش حلو المحل أنا دور الأماكن يعني الراقي الراقي فاشتغلت يومهم حصري و ده أشتغل بعدين رحت للنادي أحد النواد العائلية سويت حفله و كذا و ما حستك إلا يومها و كان عندي لقاء أيضا عن قنوات الفضائية الصبح نعم و ما حستك إلا أنا لقيت تليفون يمكن فد مئة اتصال جاي من كل المكان يعني من دبي من كل مكان أحمد أنت ما أنا ما رديت يعني بقيتها كنت خير شك و قاله و المحوود طالحت عليك دعاير مزج بأنه أنت صار انفجار و أنت رحت بيها يا محوودين يا ستار موقش أنا موجود ليش و رجحت أنا و أخويا علاوي جاينا للبيت لقيت عمامي و أهلي و يبتشون و كذا و أنا يومين أنا بره بيتت على مود اللقاء ثاني يوم بالمحطة ما قدرت أرجع فبتت أحد الفنادق و ثاني يوم طلعت الصبح للمحطة التلفزيون عمرت اللقاء رجعت الظهر للبيت لقيت و كنا غارقين تلفوناتنا على مود اللقاء فبعدين قالوا لي ما تبقى لازم اليوم تسافر خافوا عليه يخافوا عليه قالوا هاي الدعاية ممكن يكون سواها فنان حتى يقعدك مثلاً بالبيت أو شيء والله بعد ما أعرفي أعنان يقول حسب يا الله و نعم الوكيلة هي هاي أثرت بي و رح تسافرت ما رجعت إلا وراه يمكن أن ربع سنوات صار عندك رد فعل صار عندي رد فعل